عندك مشاكل هبوط لفريمات في الألعاب كرت الشاشة عندك إنفيديا ما بيشتغل بشكل كويس على الألعاب الألعاب عندك بتقطع كتير اليوم رح نسوي أفضل إعدادات لكرت الشاشة إنفيديا عبر الإنفيديا كونترول بانل عشان إن شاء الله رح تشوف تطور رهيب جدا رح تشوف أداء مغاير مختلف تماما عن الأداء الحالي للألعاب أداء جدا أسطول سلام عليكم شباب بيحالكم إن شاء الله رح نكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع أسطولي جديد مقطع اليوم جماعة الخير رح أورديكم كيف رح نضبط إعدادات إنفيديا كونترول بانل بالشكل الصحيح عشان ناخد أعلى أداء وكفاءة عانية في الألعاب سواء ألعاب الـ FPS زي مثلا PUBG, Fortnite, Battlefield, Call of Duty كل الألعاب ألعاب الشوتر وكمان الألعاب الألعاب الجرافيكس العالي وألعاب RPG عبر بعض الخطوات إن شاء الله رح نسويها رح تصير عندك الألعاب شغالة بشكل جدا أسطوري وكمان رح نسوي خطوتين على الإنفيديا كونترول بانل رح تفيد جهازك وأداء جهازك بشكل جدا أسطوري فقبل أن تجمعت الخير رح تنسونا باللايك لهذا المقطع حاول هذا المقطع يوصل أكثر من 100 لايك يشاركوا في القناة إذا ما كنتم مشاركين فعلوا جرس التنبيهات حطوا الإشعارات على الكل إن شاء الله عشان تسركم كل شرحاتنا عن الألعاب وكل فيديوهاتنا الجديدة نشاهده أوكي شباب أول خطوة لازم نتفق عليها هي كارت الشاشة عندك لازم يكون محدد دايما لازم دايما تكون محدد كارت الشاشة عندك يتنزل آخر تعريف خاص بكارت الشاشة رح تروح بس لجوجل تكتب إنفيديا درايفرز تروح على هذا الموقع وتكتب كارت الشاشة اللي عندك هون مثلا عندك جي فورس شوف النوع اللي عندك هون يعني طريقة جدا سهلة شباب ألف وخمسين تي آي مثلا وتعمل سيرج بهذا الشكل رح يطلع لك بشكل هذا تضغط دون نود رح يبدأ يحمل معاك آخر تحديد لكارت الشاشة هاي الخطوة الأولى جماعة الخير الخطوة الثانية رح تضغط كليك يمين هون على سطح المكتب تفتح الإنفيديا كونترول بانر بهذا الشكل يا جماعة الخير رح يجيك بهذا الشكل يا شباب أول خطوة هي هذه هاي الخطوة خطوة رح نسويها رح نيجي على الخيار هذا اللي في الوسط هذا ونعلم عليها يا شباب علم على هذا الخيار Use the Advanced 3D Image Sitting تعمل له apply بهذا الشكل أشر على الخيار هذا اللي في الوسط نيجي هسا على الخيار الثاني يا شباب Manage 3D Sitting هذا أهم خيار تقريبا هسا يا شباب لازم تبقوا وتسوي الخيارتها زي ما أنا رح سويها حاليا عشان ايش رح نسويه احنا يا شباب رح نحاول انه نضحي بشوية quality قليلا surpr mov workout们 من ناحية العouvert صower لشغيل الاداء بكفاءة والاداء يصبح عالي الداء يصبح ممتاز و يصبح افضل و افضل بكثير لا سيكون هناك تغيير كبير من ناحية العلơi فقط سيكون الاداء جدا رئيب تابعوه معي الخطواتي شباب اول خطوة لدينا imag scaling High الخطوة ستجعلها off بهذا الشكل يا شباب الخيار الثاني هذا ستجعل هاeda شاكرا off الخيار الثالث هذا ستجعلها off يا شباب نخلي الخيار الرابع كمان OFF جماعة الخير هذا الانتيالايزنج يعني FXAA لازم تخليه OFF نجح على الخيار اللي بعده الانتيالايزنج Gama Correction هذا رح نخليه ON جماعة الخير الانتيالايزنج مود رح نخليه كمان OFF شباب ننزل هسا تحت نجح على خيار الكودا GPUs نخلي هذا الخيار على الكرت الشاشة اللي إحنا بنشتغل به مثلا كرتك 150 Ti لو عندك كرتين رح تأشر على الخيار الكرت اللي هوي عندك والكارت اللي بدك تشتغل به هو اللي راح تقشر عليه بالشكل هاده يا شباب ونضغط اوكي بهذا الشكل هذا خيار DSR هذا خليه off يعني لا تشغله خليه مضفي نيجي على الخيارات هاي شباب خليها off هون off في المكان هاده كمان هاده نخليه off نيجي على OpenGL Rendering GPU هذا الخيار لازم تقشر على كارت الشاشة الخاص بك نيجي نعلم عليه بهذا الشكل يا شباب ننزل تحت على الخيار الاهم الpower management mode هذا الخيار جدا مهم شباب ركزوا عليه هذا الخيار دايما لازم يكون prefer maximum performance عشان يدي اعلى اداء و كفاءة و performance عالي للالعاب نيجي نأشر عليه بهذا الشكل يا شباب نحطه prefer maximum performance هذا خيار shader cache خليه driver default هذا الخيار شباب texture هذا filtering لازم تخليه on هذا شباب هذا الخيار ضروري جدا انك تخليه on هذا الخيار texture negative LOS PS هذا لازم تخليه low نيجي ننزل تحت للخيار المهم كمان texture filtering quality لازم تخليه high performance هون شباب راح نضحي شوية بال quality ما راح نضحي بس راح نخليه يعطي اعلى امكانيات لل performance الاداء انا بدي اداء يا اخي الاداء هو اهم شيء high performance نيجي على هاي راح تخليها on يا جماعة الخير نيجي على هاي trading optimization راح تخليها off نيجي ننزل تحت هاي نخليها كمان off يا شباب هاي راح نخليها زي ما هي لا تغير فيها اي شيء بعدها نيجي لل virtual reality هاي يا شباب على حسب كرتك انا مثلا عندي كرت 150ti هاي بحطها دايما اثنين هاي بحطها دايما اثنين يا شباب كرتك قوي كرتك يعني لو كرتك قوي كتير high end راح تحاول انك تخليها واحد بس يعني كرتك يعني متوسط للضعيف خليها اثنين ولا ثلاثة راح اخليها انا دايما بخليها اثنين صراحة يا شباب فهسا خلصنا كل هاي الخطوات حاول ترجع الها وتحط زي الخطوات هذي تنزل تحت لهذا المكان راح تضغط هسا apply تضغط apply هسا يا شباب اوكي اوكي هسا ضغطنا apply نيجي هسا ننزل للخيار هذي يا شباب configure physics هاد الفيزيكس يا شباب خيار جدا مهم لازم تيجي هون تقشر على كرت الشاشة الخاص بك لا تخليه auto select ولا تختار المعالج خليه كرت الشاشة عشان كرت الشاشة يشتغل هو اللي يشتغل على الفيزيك شباب والغرافيكس راح يصير عندك اداء جدا مختلف ورح تلاحظ الاختلاف يعني نيجي هون شباب راح نعلم عليها apply يعمل apply change بهذا الشكل اوكي سا خلص نيجي للresolution يا شباب الresolution تأكد بس انك مختار نفس الresolution شاشتك شاشتك ايش شاشتك راح تلاقيها اصلا نيتيف هون راح تختارها هون راح تحط شاشتك الهيرتز مثلا شاشتك 60 فريم خليه اصلا راح تلاقيها بس 60 بس لو كمثال غيرت شاشتك جبت شاشة تانية 90 فريم 75 فريم 144 فريم لا تنسى انك تيجي هون وتحط الفريمات اللي عندك هاسا الخيارات هاي ما تغير فيها اي شيء تنزل الخيار هادي شباب هادا الخيار ما بيعمل فرق كبير في الالعاب هاي شباب مطروكة لكم تعادلوها زي ما بدكم بس هاي ديجيتال يا شباب لو زودتها شوية بيصير عندك الوان افضل و الوان احلى صراحة فرح تخليها مثلا 60 ولا خليها 75 للتمانئين لا تخليها 100 خليها من ال 60 لل 75 بنصحك تحطها 75 ولا 60 وجرب ورح تشوف الفرق عندك فرق جدا رهيب ولا تنسى بعد ما تخلص لازم تضغط اطلاقي هون عشان يتم يعني حفظ الاعدادات وحفظ التغييرات نيجي هون على الروتايت ديسبلي هاي تغير فيها ايشي هاي بس يعني قلب شكل الشاشة هدا الخيار كمان تغير فيه ايشي الستتوب ديجيتال اوديو هدا ما عدنا بيه غرض نيجي على الخيار هذا هاي شباب هس هدا الخيار يا جماعة الخير نيجي هون نقشر هون جي بيو لازم تختار جي بيو في المكان هذا بس يعني تخلي هاي جي بيو كمان رح تضغط apply في المكان هدا تضغط يس في هذا المكان خلص خلصنا ننزل هاي ما بتحتاج غير فيها ايشه هون شباب بالنسبة للكولور والفيديو كولور هاي بس الفيديوهات لما بتتفرج على فيديوهات مثلا وتشاهد فيديوهات انصحك تحطها وايد انفيديا سيتنج شغل اعدادات انفيديا يجي للأدفانسد هون راح تختار فول هاي الخيار اللي تختار حط فول وحط ابلاي بهذا الشكل حط يس بالشكل هاي شباب ننزل للخيار هذا راح تنزل تحت يوز انفيديا سيتنج تنزل كمان تحت يوز انفيديا هسا راح نضغط ابلاي يا شباب هسا خلصنا من هاي الخطوات نرجع مرة تانية للماناج 3D سيتنج يا شباب بهذا الشكل نيجي للبروغرام سيتنج هذا البروغرام سيتنج جدا مهم يا شباب عشان لو بدك مثلا للعبة لحالها تخصيلها اعدادات تخصيلها خيارات فتيجي بس هون اد وتيجي تدور على اي برنامج اي لعبة بدك تضيفها مثلا جي تي اي تضغط اد سيلكت البروغرام وتعطيها اعدادات لانت بتفضلها بس راح تخليها بس الاعدادات الجلوبال الاعدادات اللي عملها يعطي البروغرام لكل الالعاب راح تضبط مش مشكلة فهذا يا شباب خلصنا من خيارات الألعاب راح نمر يا شباب لآخر خيارة اللي بعتمدة مهمين بالنسبة للجهاز وكفاءة الجهاز اشتغال الجهاز بشكل جدا ممتاز. نركز معي يا شباب tässä نهيهار نفتح منجга بها استغلاقية الشكل يا شباب. ساتيجي هون و تلاقي شيء يتنزل يتنته tippingي هنا هيرياط gig業Th whichever شكل علría reign is one inter't even in front هو المدير اللي يتحكم في الملفات مدير الملفات و مدير البرامج هذا هو اللي يتحكم في الملفات الموجودة في الجهاز كل الملفات هذا خيار جدا مهم ما سنفعله؟ نحن نضيف هذا الويندوز اكسبلور يا شباب سنضيفه هون و نعطيه أعلى كفاءة عشان رح تلاحظ الفرق الرهيب اللي رح يصير عندك في الويندوز اوكي رح أعطيكم مثال يا شباب نأتي مثلا للديتيلز هون ننزل تحت 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 يا شباب ستجده هونه هونه الويندوز اكسبلور ايوه اكسبلور.exe سنحاول ان نفعله يا شباب يعني حركة و تشوف ماذا سيحدث مثلا رح نيجي نعمل له انتاسك يعني نطفيه 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 نطفي الخيار يقولك نطفيه ننزل نرى كل شيء اختفى كل شيء صح كل شيء اختفى الجهاز وقف ما رح يشتغل الجهاز شفتوا معي شباب ما ستقدر تدخل على اي شيء ما رح تقدر تسوي اي شيء خلاص لو طفيت الاكسبلور يا شباب خلاص راح كل شيء عنك عشان هذا الملف هو اهم ملف ومدير كل الملفات الخاصة بالويندوز وكل شيء بيصير في الويندوز بيمر عن هذا الملف عشان هيك زي ما قلتلكم رح نحاول انه نضيفه هون نيجي هون يا شباب رح نضغط اد في هذا المكان ما رح تلاقي هون يعني حتى لو دورت عليه ما رح تلاقيه في هذا المكان يجي شباب تضغط براوز رح تروح على ديس بي سي على ديس بي سي تروح على ديسك لوكل سي بهذا الشكل يا شباب نيجي على ويندوز في هذا المكان خيار الويندوز يدخل عليه رح تنزل هسا بتدور على ملف اسمه اكسبلورر .exe يا شباب ورح تتدور عليه هون وكل ايكفيك بس تكتب اسمه هون زي ما هو مكتوب هون ورح تضغط عليه بهذا الشكل وكل او تضغط بس على الخيار هذا آپن رح تلاقيه انضاف هون في هذا المكان يا شباب نيجي هسا رح نسوي إله إعدادات خاصة إعداد واحد بس لازم تسويه للبرنامج هو هذا Prefer maximum performance يا شباب Power management mode تيجي تسويها أنت Prefer maximum performance ماذا الشكل نسويها ورح تسوي apply زي ما قلت لكم هسا يا شباب خلصنا على ملف Windows Explorer رح نروح على الملف الأخير جدا مهم كمان نيجي يا شباب هايو الملف هذا TWM.exe هذا الملف إيش دور يا شباب هذا الملف هو اللي مكلف بالـ Graphics الـ Graphics هو الألوان وكل إعدادات الـ Graphics يا شباب زي مثلا نيجي مثلا لهذا المكان نيجي على الـ Personalize يا جماعة الخير نيجي على الـ Colors بهذا المكان مثلا لو خليت هاي 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 الإعدادات يا شباب هاي مثلا هاي transparency يا شباب لو تشغلتها رح تصير عندك شكل الألوان كويس ورح يصير ممتاز بس بتستهلك شوية من الرمال أنا أصلا بطفيها بس إحنا مو بس هذا الخيار كل خيارة الألوان وكل خيارة الـ Graphics هذا الملف زي ما كنت لكم مع جمعة الخير هو المسؤول عنها فلما نضيفوا يا شباب على Nvidia Control Panel نعطيه كفاءة عالية رح تشوفوا الفرق الرهيب اللي رح يصير معك سواء في الألعاب وسواء في استعمالك العادي لجهاز الكمبيوتر بنفس الطريقة رح نضغط Add يا شباب نحاول نروح ندور عليه لكن هسه رح نيجي لخيار الـ Windows يا شباب لما تدخل لخيار الـ Windows زي ما قلت لكم DSPC Local Disk نيجي على الـ Windows يا شباب رح تدور على خيار اسمه System32 هاي الخيار هذا دور عليه وهسه رح ندور على الملف الولف زي ما قلت لكم اسمه DWM.exe رح تكتبها بس هون تكتب DW ماذا الشكل هاي يا شباب الخيار رح ينبطق معكم هذا الشكل تضغط عليه ماذا الشكل يا جماعة الخير وتضغط Open هسه يا شباب اخترنا الـ Desktop Windows Manager زي ما قلت لكم تيجي تعطيه Prefer maximum performance زي ما قلت لكم يا شباب بس هدا الخيار وخلص رح تطلع ضفناه خلصنا كل الخطوات المهمة جدا هس يا شباب زي ما قلت لكم رح تلاحظوا الفرق الرهيب والفرق الجدا أسطوري رح يصير عندكم في الأنعاب رح تشتغل معاكم شكل جدا كويس ورح تتخلصوا من أي شيء اسمه Drop FPS و Drop Frame و التكتيع اتمنى ان يكون اشترح عجبكم يا شباب لا تنسوا لنا بلايكاتكم لهذا المقطع اللايك 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 بيفيدني كتير بيشجعني كتير كمان تشتركوا في قناتنا يا شباب عشان زي ما قلت لكم دايما و زي ما بقولها اكتر الناس بيشاهدون قناتي مش مشتركين في القناة بنسبة تجاوز التسعين بالمية فلا تنسوا تشاركوا في القناة فعل زرس التنبيهات فيه شروحات كتير جاية بإذن الله ولو عندكم أي استفسار اكتبوا لي اياه تحت في الكومنتات اراكم ان شاء الله في مقطع اسطوري قادم سلام عليكم ورحمة الله